النهاردة في الحقيقة يا مصطفى العالم كله بيحتفل باحتفالية مهمة قوي هو يوم القلب العالمي يعني بيوافق 29 سبتمبر ده غير عيد الحب غير عيد الحب عيد الحب لسه شوية قديم الهدف منه هو زيادة الوعي بأهمية تقليل مخاطر أمراض القلب والقوعية الدموية والاحتفال ده بيشجع في الحقيقة الناس على تغييرات كده إيجابية في حياتهم عشان يحافظوا على صحتهم وحيوية يعني لو اتكلمنا اليوم العالمي للقلب بالتأكيد حنعرج على التدخين على اللحمة الحمرة على العادات الغذائية على الجانك فود على المشروبات بتاعة الطاقة كل الأشياء اللي بتأثر مش على صحة قلب الناس الكبار اللي هم من بعد الخمسين وستين لا بتأثر على صحة الشباب ونشوف شباب زي الفل بيروحوا الجيم محافظين على الرياضة ومرة واحدة بيحصل موت الفجأة السؤال الأهم النهاردة إزاي نحافظ على صحة القلب نتجنب الإصابة بهذه الأمراض إيه العلامات اللي بيدهلنا الجسم علشان يقولينا يا جماعة عندنا مشكلة في القلب لازم نروح للدكتور إيه أهم العلامات اللي ما ينفعش يعني نتجنبها اللي هي زي ما بيقولوا كده العلامات الأهم لما الإنسان يراها من جسمه يتوجه فورا إلى الطبيب أسئلة كتير حنتعرف على إيجاباتها النهاردة بصحبتنا الدكتور أحمد حلمي أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة إن شابس أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرك فانديم أهلا بحضرك أهلا بحضرك في البداية العالم يحتفل باليوم العالمي للقلب إيه أهمية الاحتفالية دي؟ إيه أهم الدول اللي بتحتفل بيها؟ وإيه أهم الإجراءات اللي بتحصل هل بتبقى قائمة بس في المستشفات أم يبقى فيه نوع من النوع الأورنس أو التوعية بشكل عام بأمراض الأقل؟ اللهي هو الغرض الأساسي من الاحتفال باليوم العالمي للقلب دوت إنه وجد إن مجموعة كبيرة جدا من أمراض القلب بنقدر نتجنبها وبنقدر نقلل الأمراض ديت بنسبة كبيرة جدا وبالتالي جاءت فكرة الاحتفال باليوم العالمي عشان يبقى فيه نوع من التوعية للأمراض اللي هنقدر نتجنبها أو العادات اللي نقدر نتجنبها علشان نقلل أمراض القلب يكفي إن إحنا نعرف إن حوالي تقريبا 30% من أمراض القلب نقدر نتجنبها تماما وده وتعتبر رقم كبير جدا 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 إحنا زي ما حقا قلت في المقدمة إن إحنا على طول بنهتم بالسمنة وبنهتم بالتدخين وبنهتم بإن إحنا نعمل رياضة وبنهتم إن إحنا نبعد عن الجنك فود ومشروبات الطاقة كل الحاجات دي حاجات بقت محفوظة خلاص كلنا بقينا عارفنا إنما فيه سكتور تاني من الأمراض بنقدر نحافظ عليه بحاجات تانية وفيه نظريات حديثة في الطب بتخلي النطاق لتقليل الأمراض ديت بقى نطاق أوسع شوي نضرب مثلا على كده مثلا إن إحنا على طول في أي مرض بنقول إن العيوب الخلقية في المرض دوت ما بنقدرش نتجنبها إنما في القلب لا فيه عيوب خلقية بنقدر نتجنبها يعني نقدر نتجنب مثلا جواز الأقارب دوت بيقلل بنسبة كبيرة جدا من أمراض القلب اللي هي العيوب الخلقية في القلب الحاجة التانية إن إحنا نبقى عارفين إيه هي الأعراض اللي بتقول إن ممكن يكون فيه عيوب خلقية عند الإنسان بنقدر نتجنب العيوب الخلقية ديت بإن إحنا بنعمل 3D وال4D صنار للست الحامل فبنقدر نعرف هل فيه عيب خلقي في القلب ولا ما فيش وهل هو عيب خلقي مركب نقدر نستغنى عن الحمل دوت ولا بتبقى حاجة بسيطة تقدر تتعلم وكذلك بقى فيه العديد من الأمراض والعديد من النظريات اللي هي بطاقي القلب طيب النهاردة يعني الفعلاً الكلام الداريكت هو للوقت لازم تلعبه رياضة لازم تقلله من الأكل المقلي لازم مش عارفة تعمله إيه اللحمة يبقى ليها البروتين عمتاً يبقى بكميات معينة حتى الأسماك برضو الجنباري يقولك مش عارفة بيعلي كولوسترول بس بنلاقي رياضيين بيحافظوا على جسمهم كويس جداً بالرغم من ده فجأة نلاقي سكتة قلبية وتواصل ما هو إحنا زي ما قلنا اللي هي إحنا بنتكلم على السمنة بنتكلم على التدخين بنتكلم على السكر بنتكلم على الضغط اللي هم تقريباً بقوا بوجودين عند معظم الناس وكل الناس بتعمل الحاجات دي بس بنفاجأ بحاجات برا نطاق الحاجات دي لما نبقى أور بيها بنقلل كتير جداً من أمراض القلب يعني حضرتك ذكرتي الرياضيين اللي هم في أثناء ممارستهم للرياضة ممكن يحصل مشكلة ولا قدر الله يحصل لهم موت مفاجئ طبعاً الناس بتوقع مستغربة جداً إزاي واحد رياضي يحصل له موت مفاجئ لأ دي حاجة كومن جداً عندنا وحاجة مشهورة جداً إن في بعض الأمراض مع زيادة المجهود البدني وزيادة الإفراز مادة الأدامي في الجسم بيحصل حاجات معينة مثل كده في حاجة اسمها تضخم عضلة القلب اللي هو بنسميه هايبرتروفيك أبستراكتف كارديوميوباسي يعني بيبقى فيه فشل في عضلة القلب بس ما هواش فشل إن وظيفة عضلة القلب بتقل لا ده وظيفة عضلة القلب بتبقى أكتر من الطبيعي وبيحصل فيه تضخم جامد جداً في الحاجز ما بين البطين الأيصر والبطين الأيمن وبيحصل ضغط جامد في البطين الأيصر فبيشد الصمام المترالي لما بتشد الصمام المترالي ده بحاجة اسمها الفاجيوم إفكت فبيقفل مخرج البطين الأيصر مع وجود مادة الأدرينالين أثناء ممارسة الرياضة والمجهود العنيف فبيحصل إن العضلة ده بتبقى تنس جامد قوي لما العضلة بتبقى تنس وهي هايبرتروفايد أو بتبقى متضخمة جامد جداً مع وجود الصمام المترالي قافل جزء من مخرج البطين وبالتالي بيحصل إنسداد كامل لمخرج البطين الأيصر الإنسداد الكامل ده بيعني إن ما فيش دم بيوصل للدورة الدموية فبيحصل موت مفاجئ دي من الحاجات المشهورة طيب دي نتجنبها إزاي؟ نتجنبها بإن إحنا يبقى فيه أتلست حاجة مش دورية بتتعامل حاجة عند سن معين السن اللي بيحصل فيه ظهور الأعراض ديات أو ظهور الأمراض ديات بالرغم إن هي أمراض عيوب خلقية بس بتبان في سن الشباب تقريباً عند سن 20 سنة عند سن 30 سنة فبيبقى فيه أتلست مثلاً إيكو بيتعامل عند سن 25 سنة اللي هو بيتطمن على عضلة القلب بيتطمن إن ما فيش تضخم في جزء منها لو لقى التضخم يبقى فيه احتياطات معينة للعب الرياضة أو لممارسة الرياضة من ضمن الحاجات برضو المشهورة جداً العيوب الخلقية في مخرج الشرعين التاجية الشرعين التاجية دات هي الشرعين اللي بتغذي عضلة القلب في بعض الأحيان بيحصل مشكلة في مخرج الشريان الأيمن أو الشريان الأيصر فبيبقى ماشي في مكان غلط المكان دوت بدل ما هو بيطلع طبيعي ما فيش حاجة بتضغط عليه بيكون مضغوط عليه بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي مع زيادة المجهود مع الاسترس مع الأدرينالين الزيادة اللي بيحصل فالضغط بيعلى والول أو الجدار بتاع الشريان الأورطي بيبقى جامد قوي نتيجة الأدرينالين الزيادة اللي بيتفرز فبيضغط على مخرج الشريان لما يضغط على مخرج الشريان دوت فبيخلي الدم ما يروحش للقلب فده بيبقى سبب برضو من الموت المفاجئ اللي بيحصل لبعض الرياضيين اللي بنسمع عنه وبنشوفه كتير ده مالوش علاقة بال المكملات الغذاء اللي بياخدوه ده ليه علاقة بطبيعة الجسم أو بيعني ده ممكن يحصل لقى حد بالزبط بوجود رياضي بجد مش باعتمد على مكملات أو موشطات وباكل كويس وبردو يحصل لك ده اللي بنقول عليه حضرتك ان فيه سكتور كبير جدا خرج عن نطاق ان احنا بنتكلم بس عن الأكل بنتكلم بس على الحياة الصحية بنتكلم عن بازل رياضة كل الكلام ده كلام جميل جدا لا مش بنصعبها والله هقول لحضرتك هو المفروض النزام بقول لحضرتك ان هو يبقى فيه كشف مش دوري هو بتعمل مرة في الحياة اللي هو عند السن اللي بتظهر فيه امراض العيوب الخلقية بكثرة اللي هي الهوكم او التضخم لو كام يعني 30-40 عند سن 25-30 سنة لان وفيه بعض الامراض فيه برضو حاجة اسمها جسر الشريان التاجي ان جزء من الشريان التاجي الاساسي بتاع القلب ده بيبقى متفون في عضلة القلب هو الانسان مخلوق به يعني مولود به دعيب خلقي في القلب طيب ليه ما بيظهرش غير عند سن 30-25-40 سنة لان هو بيحصل تغيرات في جدار الشرايين اللي هي بنقول عليها تصلب الشرايين الناس بتسمع كلمة تصلب الشرايين دي بتبقى الآن قوي بس هي كلمة ما تقلقش لانها بيحصل لنا كلنا فبالرغم ان دي حاجة مولود بيها الانسان بس هو التغيرات على مدار العمر بتبدأ تخلي جدار الشريان ده يفقد الليونة بتاعته والانجل اللي داخل بيها او الزاوية اللي داخل بيها في عضلة القلب بيبدأ يتكون فيها جلطات صغيرة جدا الجلطات دي بتروح للشعرات الدموية اللي في عضلة القلب فتبدأ تسدها فيباني الكلام دوت عند سن 25-30-35 سنة فبنقول ان هو لازم يكون فيه اطمئنان على صحة القلب عشان نتجنب الامراض بتاعة العيوب الخلقية اللي هي ما بتبانش غير في سن كبير دي من النقطة المهمة جدا النقطة المهمة التانية ان احنا الانسان لازم ياخد باله من الاعراض اللي ممكن تقول ان عنده مشكلة في القلب كتير جدا مننا للأسف ما بيلعبش رياضة ما بيروحش ما بيجيش بينزل من عربيته ويروح مشواره او يروح شغله ويرجع نفس الكلام فبيتهياله ان هو مجهود وبيقل بالزمن يقول انا دلوقتي عندي 50 سنة لا انا خلاص بقى ما هو لازم يكون مجهودي قل فيبدأ يحس ان هو بينهج او مش قادر يعمل مجهود كويس يعني بيتغاضع عن الموضوع دوت او بيتنساوي يقول ده تغيرات طبيعة مع السن لا بالعكس ده احنا بلقول فيه علامات معانة لازم تخلي الانسان يطمئن على نفسه لان فيه امراض ما بتظهرش غير في السن ده وتقريبا معظم امراض القلب ما بتظهرش غير في السن ده غير الامراض يعني امراض العيوب الخلقية بتظهر في السن الكبير غير الامراض طبعا اللي هي الفلت والسقوب القلب والحاجات دي بتظهر في منص الصغر انما فيه مجموعة بتظهر عند سن 30 سنة فيه مجموعة من التغيرات في الصمامات بتظهر عند سن 35 سنة فلازم الانسان ياخد بقاله من الاعراض دي كويس واحد بيحس ان الدنيا مثلا ايه بتلف بيه كده فاقول دي دوخة بسيطة لا الدوخة دي ممكن يكون لها معنى كبير قوي انه عنده مشكلة في صمام من صمامات القلب فاحنا يعني لازم يبقى فيه اطمئنان على الانسان لازم نهتم بالحاجات الجديدة او النظريات الجديدة في الطب اللي بتقول ان فيه حاجات غير الجنك فود وغير الكوليسترول واللحمة الحامرة والكلام ده من ضمن الامثلة لكده مثلا مجموعة من الامراض بنسميها الامراض الوعائية في القلب الوعاء في القلب مقصود بيه شرائين القلب الشرائين ديت هي الشرائين اللي بتغذي عضرة القلب والشريان اللي طالع من القلب وبيغذي الجسم كله اللي هو الشريان الاورطي زي ما بنقول ان الكوليسترول بيترسب في جدار الاوعاء الدموية ديت ويسبب انسدادات او تضايقات فيها بنقول ان فيه نظريه حديثة بتقول ان التصلب في جدار الشريان دوت او المشكلة اللي بتحصل في جدار الشريان مش بتحصل من الداخل مش بيحصل نتيجة الترسبات جوه لا دي بتحصل من بره الشريان ازاي بتحصل من بره الشريان ان فيه شعيرات دموية بتغزي الشريان يعني هو الشريان بيحمل الدم عشان يغزي عضلة القلب بس جدار اي شريان في الجسم بيبقى فيه شعيرات دموية صغيرة جدا بنسميها الفازا فازورم دي بتغزي الشريان فلو حصل مشكلة فيه شعيرات الدموية دي فالشريان نفسه بفقد حيويته وبالتالي بيحصل فيه حاجة اسمها نقص او قلة تروية الدموية للشورية النفسية. أنت حريك بتعرف الحاجات دي من هل النهار ده ده محتاج جراحة قلب ولا هل في رسم القلب بيبين التفاصيل دي كلها. عشان بصراحة رسم القلب مش دايما بيبقى دقيق. مش بصراحة ده يعني ده بقت حاجة مشهورة جدا. كل إنسان يعني رسم قلب. أنت لو أنت حاسس بمشكلة ممكن تروح تعمل رسم قلب يقول لك انت كويس تنشي. وده بنشوفه كتير جدا. وتحصل كارثة بعدها. وبتحصل كارثة بعدها. لا حضرتك. هو دوت بيرتبط بمحددات المريض. يعني المريض بيقول أول حاجة الشاكوى بتاعته. الشاكوى بتاعته مع الكلينيكال كوريليشن اللي عنده. يعني بنسمع قلبه بالسماعة. هل في مشكلة في الصماماته ولا ما فيش مشكلة. المريض اللي عنده عوامل مساعدة لبعض الأمراض. يعني مثلا المريض الشاب الصغير اللي بيشتكي بنهجان وهو عنده 17 سنة 18 سنة 20 سنة. بيبقى غير المريض اللي بيشتكي بنهجان وهو عنده 45 سنة 50 سنة. دوت هنفكر في أمراض الصمامات. وده هنفكر في أمراض الشرايين. طيب اللي عنده 40 أو 45 سنة وبيشتكي بنهجان. طيب هو بيشرب سجاير ولا ما بيشربش سجاير. مدخن ولا مش مدخن. طب هو عنده سكر ولا ما عندهش سكر. وبالتالي بنحدد نوع الفحص المناسب للحالة الطبية بتاعت المريض وسنه والملبسات بتاعته. طب امتى امتى بالضبط الواحد لما جسمه يرسل إشارات يذهب فورا إلى الطبيب. اللي هي الحاجات التي يعني لا يمكن أن يعني تتجاهلها بالمرض. دي النفس. عدم القدرة على بزل المجهود اللي هو المجهود الأكثر من الطبيعي مش المجهود الطبيعي. وجود نغزات في الصدر أو ألام في الصدر. متكررة ولا أن دلوقتي لو حصيت بدا حالا أتجه للدكتور. لا مش حالا. الحاجات اللي تقلق إنها تكون من القلب اللي هي الحاجة اللي بتيجي مع المجهود القلم اللي بستمر فترة صغيرة. يعني كتير قوي المريض يقول ده أنا القلم يا دوبك قاعد عندي أقل من عشر دقايق وراح خلاص أنا بقيت كويس. ده ده أكتر حاجة تقلق. لأنه هو بيروح لما الإنسان بيقلل مجهود وبالتالي القلب ما بيحتاجش كمية الدم. لو كان القلم دوت مصحوب بنوع من أنواع الغفان أو الميل إلى القيء. لو كان القلم دوت مصحوب بأنه هو بينتقل إلى مكان آخر. يعني هو بيقى في مقدمة الصدر وبينتقل إلى الكتف الأيصر أو إلى الرأبة بالفك الأيصر. أو للدراع الأيصر. فكل دي علامات. تحسب تنميل كده. أيوان كل دي علامات بتقول لا دي حاجة خطيرة جدا. لازم أشوفها فيها ايه. وزي ما حضرتك قلت يا فندم إنه هو رسم القلب ما هواش الحاجة الوحيدة. وللأسف بنشوف بعض الدكاترة اللي هما إيه يعني يعني آآ مش بيستسهلوا يعني زي ما يكونوا آآ عارفين إن المريض لما يقولوله ايه من فحوصات هيبقى متدايق. وبالتالي بي ايه بي يعني بيخدوه على الهواء. لا والله انت كويس ده انت صغير ما فيكش حاجة. ده رسم القلب بتاعك ممتاز. لأ احنا لازم ما نغفلش الحاجات دي. ده فيه حاجات بتقعد فحصه اتنين وثلاثة وما بتبانشي. صحيح. على أي حال اليوم العلامي للقلب كان مبارح. العالم كله احتفل بي. وآآآ علشان نوحي هذا اليوم احيينا ايضا مع الدكتور احمد حلمي عدد من الاجراءات اللي لازم الانسان يعني ياخد باله او يحطها في اعتباره علشان يحمي قلبه من الشيخوخة. شكرا دكتور احمد حلمي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا نسو مصطفى ربنا اخليك. شكرا نسو مصطفى ربنا اخليك. شكرا نسو مصطفى.